بص بحكلم معاك في موضوع التحكيم وقلنا لحضراتكم بريرا يمكن الموسم اللي فات كان بيحضر الموسم ده هيبتدي الشغل بقى يبان هيبتدي على الارض نشوف بريرا هذا الرجل اللي مفروض الثقة مفروض فمش بس فيه اللجنة مش بس فيه القائمين على كورة القدم على هذا الملف لا ده في الجماهير في العموم يا كريم عندهم ثقة ان هذا الرجل يجي يعمل اختلاف فهذا الملف اللي احنا تعبنا منه اللي احنا تعبنا منه كجماهير بريرا مفروض ان هو اتخذ قرار خاص لحكام تحديدا هنا تقنية الفيديو الفار طبعا بمنحهم ايه بقى كريم 60 ثانية يعني دقيق على الاقل عشان يرجعوا الحالات فيها جدل وطلب كمان تقييم شهري لجميع الحكام في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين ومن اعضاء اللجنة عشان يقدر ان هو يحدد او يعرف مين افضل الحكام بصفة دورية وكمان يمنحهم المباريات المهمة ونهايات البطولات المصرية وفقا طبعا للتقييم بتاعهم ومفروض دي نقطة رائعة وحيتم كمان الاعلان عن افضل الحكام بصورة دورية عشان يحفزهم فدي برضو حاجة معنوية رائعة جدا كمان هو حط بريرا نظام اسبوعي عشان يقيم الحكام في كل كمان جولة عشان يقف على مستوى كل حكام لان احنا كنا بنقول قبل كده لو انت فكر بيبقى فيه اخطاء تحكيمية فجة يعني ممكن يبقى فيه اخطاء تحكيمية عالميا او دوليا مقبولة لكن فيه في بعض الاحيان بتبقى فجة طيب احنا كنا بنتساءل هل فيه محاسبة للحكام دول ولا هيبتبقى مجرد سمعة حكم وخلاص يقولك لا الحكم ده مش بكل المباريات بيبقى فار الحكم ده سمعت كويسة مثلا في المباريات الافريقية هل الكلام ده بس هو كان المعيار لا هنا دلوقتي حيبقى فيه يعني زي محاسبة وحيبقى فيه تقييم للمستوى وكلف كمان ادارة التطوير والتعليم بيت بتجهيد هنا قاعدة بيانات لجميع الحكام وأعتقد دي برضو نقطة كويسة جدا اللي بيشاركوا في ادارة الدوري الممتاز وتواصل كمان مع رئيس لجنة الحكام ومدير القرى والادارين بالاندية في الدوري الممتاز بانه هيتم تطبيق الوقت كمان بدل الضيع بس هنا بقى بالشكل بتاع يعني المونديال الأخير وبقيت كمان البطولات وسل اللي هو كان فكر لعشر دايق تقريبا حاجة زي كده في بعض المبارات هو الناس اعترضت شوية على المدة دي لانده مدة طويلة جدا بس ده اللي قرره بريرا فأعتقد دلوقتي احنا دخلين على نظام تم وضعه هل ده بقى حيأتي ثماره أم لا أنا متفقلة جدا